نفى المركز الألمي لمجلس الوزراء مزاعم بيع الحكومة لأصول وممتلكات للأوقاف تقدر قيمتها بمليارات الدولارات بدعوة التلف وسنيد الملكية الخاصة لأصحابها بحريق مبنى وزارة الأوقاف وأشار المركز إلى أن حريق مبنى وزارة الأوقاف لم يتسبب في تلف أي مستندات أو حجج تتعلق بملكية المباني والأصول حيث أنه قد تم بالفعل نقل كافة محتويات المكاتب المحترقة منذ قرابة شهر إلى مبنى الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة مشددا على أن أموال وأصول الأوقاف ذات طبيعة خاصة لا يمكن المساس بها أو التفريط فيها ويتم استغلالها بشكل أمثل في الأغراض المخصصة لها وفق شروط وزارة الأوقاف